أم مصطفى من السويد مرحباً بالسويد السلام عليكم دكتور وعليك السلام يا مصطفى شو وصحتك إن شاء الله يربي بخير من عراق أنت أهي نعم من عراق أهلاً أهلاً بالماجدة الله يسلمك الله يخليك والله صراحة الدكتور حاولت من زمانة تصلي بك بس الحمد لله اليوم حالفني الحاوض أنا أتشرف بالعراقيين الشرف إلي الله يخليك على رأسي تسلم دكتورنا دكتور بس كان عندي استفسار أنا وزوجي تصار تقريباً عشر شهور من فصلين يعني أنا بدولة هو بدولة وقدمت يعني إحنا زواجنا كان بس عن طريق المحكمة الشرعية فبس بدأ استفسر من ناحية الطلاق يعني يستوجب إنه يكون عن طريق يعني إنه أود يواقع المسجد أو عن طريق شيخ ولا يكفي لازم توثقين الطلاق إختيب مجرد ما يقول أنت الطالق وقع الطلاق بس لازم توثقينه لأن هذا يحميكي قانونياً بمعنى يا أم أي أنت أم مصطفى ومصطفى فرضاً هو قال لك أنت طالق واتس أب مثلاً صح هو اتصل فيه قال لك أنت طالق جاء حسن بعد انتهاء العدة تزوجك رجح وأراضي ينتقم قال أنا ما طلقتها كذباً ما اتصلت ولا قلت طلقتها صح؟ عندك ورق؟ يعني لازم يكون عندي إثبات لازم يكون كما أن إثبات الزواج ليحمي من العلاقة الغير شرعية ورقة كذلك إثبات طلاق ليحميك أن هذا الرجل الآن أجنبي عنك ويحق لك الزواج طب إذا هو أصلاً من الأساس رافض يطلق ارفعي قضية وخذي ورقة من المحكمة احمي نفسك وبالحالة بالنسبة للرؤية الشرعية كيف يعني؟ أي رؤية شرعية؟ يعني قصدي بالنسبة للإذا أساني أخذت ورقة من المحكمة وضاف قولي على الطلاق خلاص أخذي عدتك وخلاص بالنسبة للشرع كيف؟ تأخذي عدتك وخلاص أو خلعيه أخلعه؟ طب الخلع ما في شروط معينة يعني؟ لا 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 لأنه هو هاجرني سبع شهور ما أريده أكثر والله صارت حيصد تقريباً دعا الشهر يعني سنو حاط طنك عرف تقريباً القرار لا تحتاج شيخ دين القرار يعود لكرامتك والله أنا اشتريت كرامتي يا دكتور صراحة بس المشكلة هو هسه بيحاربني بابني يعني عندي أطفال اثنين من عنده الرؤية ما حد يسحب العيال من أمهم أبشرك يعني أنا أقول له والله دائماً يا شيخ أقول له أي شرع أي قانون يعني حتى رب العالمين ما يضع لي لا يذهب العيال من عندي أمهم قانوناً إلا إذا أتت بفعل فاضح جنحة لا الحمد لله والشكر لا والله يا شيخ أو إذا أثبت أنا لا تحسن وأنها غير مسؤولة عن عيالها والله يا شيخ حتى أنا كنت متحملة يعني مسؤوليتهم كاملة لا لا أطمن إختي أما في الشرع إذا تزوجت ويخير الأب في سن الولد في سن العاشر أو الحادي عشر حالة كل حال سأفصل في هذه المسألة لكن عندي فاصل فاصل نرجع لك